بين إرادة في السلام عبرت عنها قوى دولية مختلفة وبين عزم على مواصلة الحرب إلى أبعد مدى تتأرجح التوقعات بشأن جهود حل الصراع في اليمن دعوات إقليمية ودولية وأممية متواترة لميليشيا الحوثي من أجل وقف الأعمال العسكرية والانضمام إلى مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها البريطاني مارتين جرفيتث دعوات لم يقابلها أي إشارات إيجابية من جانب الحوثيين الذين يحاولون استغلال الهدنة غير المعلنة والمطبقة فعليا من قبل القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي لتنظيم صفوفهم وتدارك نتائج المعارك الأخيرة في محافظة الحديدة والتي أدت إلى تقهقرهم وقطع طرق إمدادهم وانتزاع مواقع مهمة بمركز المحافظة من أيديهم ورغم هذه الهدنة فإن طيران التحالف العربي لجأ إلى تنفيذ غارات انتقائية موجهة لدى رصده محاولات الميليشيات الحوثية إمداد عناصرها في الساحل الغربي بالأسلحة والمقاتلين في عربات مدنية وبحسن مراقبين فإن التشاؤم من موقف الحوثيين يتضاعف بالنظر إلى ارتباط مواقفهم وقراراتهم بمواقف إيران وقراراتها فطهران غير معنية بإنهاء الصراع في اليمن بقدر اهتمامها بالإبقاء على هذا البلد بؤرة للصراع والتوتر في قلب المنطقة العربية وعلى حدود المملكة العربية السعودية غير أن الهدنة القائمة عمليا في محافظة الحديدة قد لا تخلو من فوائد سياسية للقضية اليمنية بحسب ما يراه متابعون للشأن اليمني فالهدنة تمثل إحراجا لميليشيا الحوثي وداعميهم في طهران وتحملهم مسؤولية تعطيل السلام أمام المجتمع الدولي كما تمثل فرصة حقيقية لجهود السلام دون أن تعني انتفاء إمكانية العودة إلى الحل العسكري في حال تأكد رفض الحوثيين العودة إلى طاولة الحوار في المحصلة فإن الصراع في اليمن بات يتأرجح بين احتمالين فإما تنجح الضغوط الدولية في إقناع الميليشيات الحوثية بالعودة إلى مائدة التفاوض وإما الانخراط مجددا في حرب ضروس يدفع فيها الشعب اليمني فاتورة الدم والمستقبل الغامض